بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الطلاب قسم الأحياء بكلية العلوم جامعة الملك خالد تحياتي نهاردة نتكلم في الحبليات ونتكلم في الأسماك العظمية ونتكلم في سمكة البولتي تبع البونيفيش الأسماك العظمية طبعا احنا قلنا سبكلاس بتاعها اللي هو أكتينوكترجاي الأسماك اللي هي مشاععية الزعانف الأوردر بتاعها اللي هو التليوستاي الأكزامبل الإسماء اللاتيني أوريكروماس لانوليتيكاس أو التليبيا انوليتيكا لها سمكة البولتي أول جهاز نحن نكلم عن الجهاز الهكالي ونهاردة بنكلم فيه جهاز الهضمي دايجستيف سيستيم طبعا الفم أول حاجة في الجهاز الهضمي طرفي يفتح بعد كده فيه تجويف فم الملعومي اللي بيفتح فيه طبعا الخياشيم أربع زوج من الخياشيم تفتح لأنها مغطاة بالغطاء العظمي بعد كده تلاقي فيه بعد البلعوم هيبقى فيه المريء والمرئ هنا قصير جدا بعد كده تفرع إلى فرعين اللي هو المعدة الجزء الأولاني اللي هو المغلق ده يسموه الكاردياك بورشن اللي هو جزء الفؤادي والجزء الثاني الصغير خالص اللي هو الجزء ده المسافة دي كده اللي هو بسموه الجزء الفؤادي والبوابي جزء المقدمة والنهاية اللي هو بلتن مع بعض استومك طيب بعد الاستومك على طول هيبقى فيه بأي استومك لازم تكون بعدها على طول طبعا الديودينم وديودينم على شكل حرف بشكل ده بعد الديودينم هيبقى فيه الإليم اللي هو طبعا اللفائفي هو جزء ملتف على بعضه كده بشكله ثابت لأنه فيه غشاء المساريقة بتحت يعني بتربطه مع بعضه بعد الإليم اللي هو اللفائفي هيبقى فيه الريكتم اللي هو المستقييم اللي يفتح في الآخر خالص بالفتحة الطرفية يستأول اي نص الجزء الخريجي ده بالنسبة للقناة هتلاقي بعد ملحقات القناة الهضمية هتلاقي فيه الفص الايصر للكبد اللي هو الكبير اللي هو سموه الكبد البنكرياسي ليه؟ لأن البنكرياس مشتت كده غسم منتشر جزء ججوب منتشر داخل الفص الايصر من الكبد وجزء الصغير الاخر ده اللي هو الفص الايمن هو الصغير ومرتبط به لحد ما اللي هو راية لوب بعد كده هتلاقي فيه الحوصلة الصفراوية موجودة بتفتح فيه الاسنع عشر وتفرس فيه الحوصلة الصفراوية اللي بتخزنها والجيالها طبعا من الكبد وطبعا فيه المجرى الكبد البنكرياسي اللي بسبل برضو فيه الايه الاسنع عشر الموجود بالشكل ده بعد كده برضو هتلاقي فيه جزء اللي هو الايه السبيلين الطحال اللي هو بعد الايه ده الفص الايمن وده الايه الانطحال الموجود برضو في اديو دينم او في اللا اللي هو العروة بتاعت الايه اديو دينم ده باختصار الجهاز الهضمي الموجود فيه السمكة البولتي طبعا لو جيت لاحظ ان بعد البلعوم هتلاقي فيه الجزء الاعلى كده الكيس الهوائي اللي موجود ده بسموه السفين بلادر او الاير بلادر السفين بلادر ده طبعا ايه موجود ايه بفوقية على طول هتلاقي هنا هتلاقي فيه الكيدني يبقى الفم عبارة عن فكين بكل فك من تلاتها 7 صفوف من الأسنان المخروطية الدقيقة صغيرة اللسان يحمل برضو صف نضوج من الأسنان على جانبها البلعوم يوجد خمس شقوق خاشمية اللي بيبقى فتح فيها أو فتحات لأربع أزواج من الخاشم يوجد مجموعتين من الأسنان الصغيرة على سطح وقع الفم برضو والبلعوم كل الأسنان دي كلها طبعاً بتساعد إنها تمسك الفرائس عشان إيه ما تهربش منها المريء بعد البلعوم عضلة قابضة اللي منع دخوله طيار إيه الماء أثناء التنفسي أثناء عملية إيه التغذية المعدة بعد كده بعد المريء اللي هو القصير طبعاً تكون من جزءين جزء فؤادي وجزء بوابي يمتد الجزء الكبير للخلف مكوناً كيساً مغلقاً سمو الردب أو الجزء الفؤادي للمعدة وبعد كده هتلاقي فيه الجزء الصغير اللي هو النحية البطنية اللي هو الجزء المعدي أو البوابي ينتهي الجزء البوابي للمعدة طبعاً بسمام بوابي صغير زي أي معدة حتى زي معدة الإنسان يبقى لها صمام في بدايتها ده معدة الإنسان هتلاقي فيه هنا صمام وكارديك فالف وهنا بيلوريك فالف سموه السفينكتر أو العدرات العصارة يشبه لأي الحلقة من وضعه في بقى مش ليس صماماً بمعنى الصمام لكنه بيؤدي وظيفة الصمام هو عملية منع الارتجاع ده شكل وضح لك أن اللي سانعه عليه أسنان والأسنان موجودة بالشكل ده أسنان مخروطية صغيرة الشكل ودول الأربع أزواج من الخاشيم وتفتح بفتحات أي خاشومية للآخر ومغطاة طبعاً بغطاء الخاشيم الأمعاء أبار عن أنبوبة طويلة ملتفة بها صمام حلزوني ترتبط الأمعاء ببعضها لبعض بواسطة غشاء المساريقة عشان كده شكلها سابت دائماً ملتفة كده على بعضها لبعض طبعاً هنا الأمعاء طويلة وملتفة فهي شكلها شكل الصمام الحلزوني اللي هو كان موجود سبار الفالف ده كان موجود في سمكة دوج فيش وسمكة البيتروميز طبعاً مش موجود هنا في سمكة الدوكف البلطي ليه؟ لأن الأمعاء طويلة اللفائفة ملتفة طويل يتكون الأمعاء من ثلاثة أجزاء ليس بينها حدود فاصلة طبعاً أي أمعاء كده تبقى فائد 12 فائد 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 المستقيم يفتح الخارج بفتحة الشرج طبعاً عندنا إحنا في الإنسان يبقى في الأمعاء دقيقة ومعاء الغليظة طبعاً لا يوجد إيه فتحة مجمع مزرق ليه؟ إحنا قلنا المزرق ده التحاد ما بين إيه جهاز بولي وجهاز إيه هضمي طبعاً هو مفيش هنا جهاز الهاجم دوني الواحده وجهاز البولي الواحده يبقى لا يوجد مزرق يوجد إيه نص الكبد كبير أحمر اللون يوجد مكون منفصلين أيمن وأيصر غير منفصلين تماماً يعني يبقوا مرتبطين مع بعض كده بحاجة بسيطة الفصل أيصر للكبد طبعاً هو الأكبر طيب والأكبر من الأيمن ويوجد فيه إيه؟ الكبد يوجد في الكبد برضو حوصلة صفروية الفصل أيصر البنكرياس برضو هنا برضو من نوع المنتشر زي ما قلنا مش بنكرياس تقدر تمسكه بإيه ده كده العبارة عن جيوب منتشرة تنتشر قبقعة في نسيج الدوني لمساريقة وداخل كمان إيه؟ الفصل إيه؟ الأيصر للكبد إذا يسمى الكبد البنكرياسة أو الهباتو بنكرياس طبعاً إنت عندك ينفصل خالص البنكرياس ويبقى حضو إيه؟ لحظ الجزء الثاني ده برضو أضح لك بس شكل من أشكال الرسمة واضحة أكتر هذا الموز وده البلعوم والبلعوم فيه جيل اللي هي موجودة بعد كده في المريء المريء ده بيديك جزء من يقفول كده صغير اسمه لو بيلورك كاردك بورشن والجزء صغير ده اللي هو الكاردياك البيلورك بورشن ده كاردك بورشن ده بيلورك بورشن ده جزء فؤد وده جزء بوابي بعد كده б הזتلاقي فيه بعد المريء هتلاقي فيه الاثنوع عشر عمول ملتف بعد كده في magnes في haga id الملتف على طول ويبفتح فتحة الانس المستقيم هتلاقي فيه زي ما قلنا الليفر هتلاقي الاسبلين وهتلاقي فيه البنكرياس عبارة عن جيوب منتشرة داخل الفص الايصار لالكبد قلنا الجزء اللي فوق ده اللي هو السويم بلاذر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.